السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة حلوية للا سعيدة اليوم سوف نجد معكم ان شاء الله تحلية بنكات القهوة وبحجم عائلي رائعة بالشكل وحتى في الماداق وبمكونات بسيطة بدون فلون والمقادير موجودة في اي بيت نخليكم مع المقادير ديالها او طريقة التحضير فرجة ممتعة نحتاج لتر ديال الحليب اربعات المعالقة دياله بودرة الكريم باتي سيغ او اللا نشاط دورة انا درت هنا الكريم باتي سيغ اربعات المعالقة والتلتة دياله السكر سانيده على حسب الدوك شوية الفاني يا غرص طبيعي معلقة صغيرة دياله قهوة سريعة الدوابان كأس ديال السكر سانيده باش نحطه الكراميل دا بغا نندوز الكراميل كندير كسرنا على النار وكندير فيها الكس ديال السكر سانيده كنوزعم زيان ما كنحركو موالو كنخليها حتى كي بداي يرجع كراميل بعد كنبدا نحركو بات طريقة هادي كنبقا ندور الكسرنا بشوية بشوية مره مره كنبقا نحرك الكسرنا على هاد الطريقة هادي يكون على نار مهيلة باش ما يتحرقش لي السكر حتى كي يدوب السكر مزيان عاد كندير نحركو ملعقة خشبية سوف يدوب السكر مزيان كي يبقى بغير شي كويرس صغر كنحركو مزيان نخليه على النار حتى كي يدوبوا هادوك الكويرس ديال ديال السكر سنيده كنحركو باستمرار مخصو يبقى على هاد اللون باش ما يجيناش اللون ديال محروق زي ما ما يجيش عاطي المرورة حاولي تخليه على هاد اللون هادا اللي كتشوف قدامكم سوف يدوب السكر كله كيرجع على هاد القوام هادا كنجيب واحد المولع مستطيل تقدروا تديروا اي مول عندكم مربع ولا دائري انا اختارت هادا ويلا بغيتوا هاد الشكل هادا وما عندكمش كتقطعوا الكارتونة ديال الحليب من الفوق ودديروا في هراكة جيحتها يزوينا في نفس الكاسر ونفش حضرت الكاراميل كندير الحليب وندير بودرة الكريم باتيسيا ونزيد السكر سنيده كي يبقى هو على حسب الضوك ونزيد المعرقة صغيرة ديال قهوة سريعة الدوابان وشوية الفاني كنخلطهم زيان بخلط اليدوي حتى ينسجموا حتى ما يبقى شلياش وكويرات ديال بودرة الكريم باتيسيا وكندير الكاسرونة على النار ونبقى نحرك باستمرار حتى كتعقد تحليا دباهي بدت كتعقد وكنخليها حتى كتغلي واحد شوية واحد ثلاثة دقيق صافي منلي غلط واحد شوية كنحيدها من النار ونزيدها ياغورت طبيعي وهي بقى سخونة كنخلطهم زيان حتى كينسجموا وندير الخالط فوق الكراميل نعمر المول مزيان ونقضوا وكنقضوا واحد شوية وندخلوا تلاجة مدة ساعتين او لا ثلاثة دسواع صافي منلي بردلينا نري بردلينا الفلون او التحليا كيجي على هاتشكل هذا كيتحيد في ساح كنجيب واحد تبصيل كنقلب فيه المول انتم ما كتشوفو كيتحيد ضغياء وكنرش فوق شوية قيوة سريعة الدوابان كتزين وكتجي على هاتشكل هذا انتم ما كتشوفو كيتجي كتجي لديدة ورائعة الصحة والراحة بامان الله اشتركوا في القناة